اختتمت بمعهد التعليم العالي للدراسات التكنولوجية بيتوزر فعاليات مسابقات هاكتون للموسم الدراسي باختيار أفضل الأعمال والأفكار المنجزة من طرف طلبة المعهد الذين عملوا على إنجازها خلال 24 ساعة بدون انقطاع عملنا هاكتون لأفضل الأعمال المجدة والوظائدة وكان المحور العمل حول أهداف التنمية المستدامة لمنظمة المم المتحدة مواضيع مختلفة عملة على إنجازها الطلبة المتسابقون والتي تنوعت أفكارهم حول إشكاليات مرتبطة أساسا بالوضع البيئي والتغيرات المناخية والتلوث السيستم اللي عملنا نحن اللي هو يعمل فيلتراج للهواء اللي يخرج من المعامل عملنا أباري إننا نسقيه النبتة من جذور متاحة اللي يتسقيه من اللوطة يعني يوصل البلونت من اللوطة اللي هو مش مش تعرض للسخانة مش مش تعرض لحتى عوام طبيعية أخرى إنه تخليه يتبخر مثلاً ولا يتمص من البلاسة في الترابة اللي ما عناش فيها بلونت تثمين الفضلات وتحويلها إلى مستسمد عضوي وكيفية إيجاد حلول للحد من مخاطر الطرقات هي الأعمال المتوجة كأفضل أفكار لهذه المسابقة الابليكيشون هذه فيها هي الجوجل ماب سي انتجري فيها همنيها شي يكون عنا مثلاً لمنعرجات دانجورية على الأخر حاولنا نخدم بروجيء ما هو شي يخدموش على برشعبات اللي هو كما حكينا معناها هذه الابليكيشون اللي تورننا لبوانوار مثلاً في الترق هي شنوه البرنسيب انتاحها من الأول كان بش نعمل الوقاية قبل العلاج مسابقة هكتون والتي استمرت لشهر كامل بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بيتوزر كانت فرصة مهمة لإثبات قدرات الطالب التونسي على الإبداع والتميز ورفع التحدي والنجاية ترجمة نانسي قنقر